السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم تابعين الكرام تابعي قناة من الآخر وخلاص معكم محمد نور الدين ترتب فرق الدور الإيطالي وترتب الهدفين بعد انتهاء مباريات اليوم الأحد تمانية واحد الفين تلاتة وعشرين في الجولة سبعتاشر من الدور الإيطالي اليوم تابعين الكرام سلرينتانا تعدالة أم تورين واحد واحد أحرص دف سلرينتانا توني فيلهينا في الداية تسعة واربعين هدف تورينو عن طريق أنتونيو سانابريا في الداية ستة وثلاثين لاتسيو تعدال أم مبولي 2-2 حرص دفاي لاتسيو في ليبي أندرسون في الداية التانية وماتيا زكيني في الداية 54 هدفة أم مبولي عن طريق فرانشيسكو كابوتو في الداية 83 ورزفان مارين في الداية 93 سبيزيا تعدال أم ليتشي 0-0 سامبدري خسر من نابولي 0-2 حرص دفاي نابولي فيكتور ريسيمين في الداية 19 وإليف الماس درب الجزاء في الداية 82 ميلان تعدال أم روما 2-2 حرص دفاي ميلان هدفين ميلة عن طريق بير كالولو في الداية 30 وتوماسو بوبيجا في الداية 77 هدفين روما عن طريق روجير إبانيز داسيلف في الداية 87 وتامي إبراهام في الداية 90 متابعين الكرام بالنسبة لمرات السابقة في الجولة 17 بدأت الجولة أمس السابتة الموافق 7-1-2023 في يورنتينة فزت على السسولة 2-1 يفونتوس فزت على أودونيزي 1-0 منزخ تعادل أمام انتر ميلان 2-2 سنعرف على ترتيب فرق الدور الإيطالي متابعين الكرام مصدر الدور الإيطالي نابولي المركز الأول 44 يفونتوس الثاني 37 ميلان الأمر المركز الثالث 37 انتر ميلان الأمر المركز الرابع 34 لاتسيو المركز الخامس 31 روما المركز السادس 31 أطلانتا المركز السابع 28 أودونيز المركز السامن 25 رونتين الممركز التاسع。 تلاتة وعشرين نقطة. تيروني الممركز العاشر تلاتة وعشرين نقطة ليتش المركز 10.19.ailed Dieu Mimizin 13 وب stain、 19 نقطة بولني الم organizational være 14 وصلت على س McCain wordpress 418 نقطة. مونزاة المركز 15 مaniu سيصول المركز 16 16 نقطة سيبيزيا المركز 17 15 نقطة سامبادوريا المركز 18 9 نقاط كريموليس المركز 19 7 نقاط هيلازفورونا المركز العشرين والاخير ب 6 نقاط وتمعين القرن بالنسبة الرتيب الهدف متصدر لهدفين فيكترو يسيمين لعب نابولي المركز الأول 10 أهداف المركز الثاني لو ترمرتين لعب انتر ميلان 8 أهداف وماركا ارنوطفيتش لعب بولونيا ومبالا نزولا لعب سيبيزيا مركز ثالث أدمولا لكم اللعب أطلنطا 7 أهداف وشيرق موبيل لعب لاتسيو وإيدنزيكو لعب انتر ميلان روفيال هو لعب ميلان المركز الرابع بولايا ديا لعب سيليارنتانا 6 أهداف وبيتو لعب اودينيزيا ودوشان في لاوفيتش لعب بفنتوس وقفرة سخيري لعب نابولي وماتيا زكيني لعب لاتسيو متبعين الكرام بالنسبة لصنوع الأهداف المركز الأول سرشاي زفيتش لعب لاتسيو صنع 7 أهداف مركز ثاني دولوفيو لعب اودينيزي صنع 6 أهداف وماريو روي لعب نابولي ومركز ثالث في ليب كوستيتش لعب بفنتوس صنع 5 أهداف وقفرة سخيري لعب نابولي ونيوكولا باريلا لعب انتر ميلان وبيوتر زلنسكي لعب نابولي وروبرتو بيريرا لعب اودينيزي اشترك في القناة وفعل زر الجرس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة